أسامة الجاسم يتقن فن الأركيت ورسم البورتري وهي موهبة فريدة عمل الجاسم من خلالها على تطوير نفسه وإتقان بعض الفنون المرتبطة والتي مكنته من عمل المجسمات خلال مدة زمنية قصيرة خالد الفارس والتفاصيل في التقرير التالي بهذه الصورة يجسد الفنان أسامة الجاسم فن الأركيت فهو فن تفريغ الخشبي حسب الشكل المطلوب والمقاييس المحددة للخروج بشكل مناسب ويعتبر الأركيت من أقدم الفنون على مر العصور وينقسم إلى أنواع عدة بالنسبة حق فن الأركيت أو كهواية الأركيت هذا يشتغل فيه أكثر من 28 سنة بالنسبة حق الهواية هذا هوية قديمة ترجع حق العصر الفرعوني وبعدها انتغلت إلى حق الدولة العثمانية ومن ثم انتغلت إلى دول الخليج وبعض الدول العربية وانتشرت على منطاق ضيق في ذاك الوقت يعني والله الحمد يعني أنا أكثر من 28 سنة إحنا خذيناها أيام المدارس يعني مو من الحين يعني في فن البروتريهات عندنا فن الآيات القرآنية فن المجسمات فن النحت في مجالات وحدة حتى في فن نسميه فن العاشق والمعشوق تتركب وياه مثلا القص واللزق لأنه اسمه أركت أرت كت فن القط في هذا الفن لأن هذا الفن ما هو مختص يعني ويعطيك أساسيات انت شون قص شون تعامل مع قطعة الخشب السماكات نوعية المنشار التعامل فيه ولكن انت عشان تتميز في هذا الشيء لا يكون انت عندك استمرارية وعندك حتى انت هواية الرسم أو مبادئ الرسم يعني في هذا الشيء عشان انت تقدر تشتغل فيه الكمبيوتر يعني حل مكان انه واحد يقدر يعني يشتغل في هذا الشيء ما هو صعب الهواية بدأت في ذهن صاحبها منذ صغره فكبرت معه وعمل على تطوير نفسه في هذا المجال في البداية يعني احنا اول ما اشتغل لكن نشتغل مثلا نقول احرف نشتغل عسامي يعني لأنه فيه همعة في فن الآيات القرآنية أو فن الاحرف مثلا لكن بعدين انت تتطور انت تدش في النظام اللي هو المجسمات المجسمات هذي مثل كنت عنات نسوي العربة الملكية او العربات هذي انت بحتاجة اني عملية عاشق ومعشوق وكلها منيول يعني تشتغل فيها هذي من القطع اللي هي صراحة تحتاج وقت وتحتاج يعني دقة وتحتاج تركيز اكبر هذا هو منه طبعا انت تطور انا طورت نفسي لانه انه وصلت الى فن البروتريهات اللي هو كان ياخذ معاي ثلاث ساعات او ساعتين وبعدين حولت الى خمسة وعشرين دقيقة او نص ساعة اني انا خلص ببروتريه خصص الفنان اسامة الجاسم جزءا من منزله وحوله الى ورشة صغيرة يمارس فيها هوايته على وقع الانغام التي ينسجم مع سماعها لما يتبنيت البيت انا قلت هوايتي يعني انا هذي لازم يكون عندي ورشة وبيتي الثاني ولا عيش فيها يعني مكايني عدتي ساعات مموشق اني انا اشتغل لكن ايا اشوف العدة ايا اشوف شغلي ساعات انا امسوي مثل مختور حق اي شي يديده بطلع مثلا يعني او مثل اي شي يديد مثلا انا بانتجه مثلا او بفكر فيه فقعد ارسم فيه انا وقعدتي كلها فيه يعني اللي هو طبعا هذي الورشة اللي هي يعني الحمدلله العدة ما هي كبيرة لكن انا ما احتاج عن عدة ورشة او منجرة كبيرة لكن هي ورشتي حق كلها شعرات حد يدوية يعني فهذي اللي انا احتاجها في الورشة بانتجه خالد الفارس الراي اشتركوا في القناة